زي ما اتفقنا هننزل تحت نبص على الانبوت والاوتبوت طيب برضو محتاج منك زي المسألة اللي فاتت شوية انجليزي كتا عشان تفهم فبيقول لك دخل عدد الموظفين كتب تلاتة وبعدين قال اكتب التسكات اللي عملها الموظف رقم واحد فكتب عشرة والتسكات اللي عملها الموظف رقم اثنين كتب اثناشر والتسكات اللي عملها الموظف رقم تلاتة كتب حداشر فتحت عمل افريدش تاسك يعني متوسط التس اللي بيعملها كل موظف هي حداشر طبعا فيه ناس عمل حداشر وفيه عمل اكتر اتناشر وفيه عمل اقل عشرة لكن المتوسط عبارة عن ان انا بجمع الارقام دي كلها وبقسمها على عدد الموظفين فبجمع عشرة واحداشر واحداشر مع بعض يعملوا تلاتة وتلاتين على تلاتة اللي هو عدد الموظفين هيطلع المتوسط حداشر واخد بالك ان الحداشر هنا بعدها فيه كلمة dot وزيرو زيرو ده معناه ان الرقم ده مش انتجر دول انتجر لكن الرقم ده مش انتجر ده float او double دي حاجات انا كمبرمج باخد بالي منها بسرعة فانا عرفت ان ده متوسط بتاع الافريدش هيدخل لي ان موظفين وهعمل full loop اسكان كل موظف عمل كام تاسك وبعدين اجيب المتوسط واضبع شبه اللي فاتت بالظبط بس اللي فاتت كنت بطبع المجموع بتاع التاسك النهاردة انا بطبع الافريدش طيب انا عايز اطلع فوق اشوف شوية حاجات زي مثلا عدد الموظفين دول كام هو كاتب لي هنا في your task عشرة طب انا ليه محتاج اعرف عدد الموظفين خد بالك المسألة دي بتبريكتس على الاري وطالما انا هحجز الاري فانا لازم اعرف هحجزه بقدي ايه عشان اعرف انا حجم الاري ده فانا محتاج ان انا ابص على المسألة لازم يقول لي restriction قال لي ان هما عشرة يبقى هما لازم يكونوا عشرة طيب هو طبعا قبطوا عشرة قبطوا عشرة يعني اقصى حاجة عشرة مش حيبقى اكتر من كده تعالا بقى نشوف الكود حل المسألة اول حاجة انا عملت ثلاثة variables variable اسمه employees variable اسمه tasks 10 ده الاري وسجلتوا بعشرة عشان هو قال لي فوق انه هما عشرة وبعدين الـ sum بيساوي 0 اللي هو المجموع بتاع كل الـ tasks انا عايز عشان احسب الـ average بجمع وعلى العدد يبقى بجمع وبقسم على العدد وبعدين float average او float او double للـ average عشان هو مطلعه هنا 11.00 طيب اول حاجة بعمل printf enter the number فبيكتب عدد الموظفين وحسجلهم في الـ variable اللي اسمه employees وبعدين عايز اتأكد ان هما اكبر من عشرة ده طبعا سطر مش صح ان انت تكتبه في جمالتك هو مش غلط بشكل عام لكن مش صح ان انت تكتبه في جمالتك الحقيقة مش انا اللي بكتب المسائل ولا الحل انا بخلي حد تاني يكتبها عشان الناس تشوف styleات مختلفة في كتابة الاكواد دي حكوية سليك انت عشان انت تتعلم ان ما يكونش دايما بتتعلم من مصدر واحد ده مش حاجة صح انك تتعلم من مصدر واحد عشان كده انا بشجع جدا الناس اللي بتدور على اليوتيوب وتتعلم حاجات اكتر من اليوتيوب دي حاجة مهمة جدا 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 اليوتيوب في حد ذاته وحش عشان فيه معلومات كتير جدا كلها متضاربة وحاجات كتير لكن هو حلو وبطريقة تانية انه هو موفر لك كمية كبيرة من المعلومات لناس مختلفة انا حاخد منه الحتة اللي انا عايزها بالظبط يعني انا دلوقتي سمعت قرية على موقع جمال.تك انا مش عايز ادخل اتوك بقى في اليوتيوب الحاجة الوحشة في اليوتيوب ان انا حتوك معلومات كتير ملاش لازمة مش محتاجها لكن انا حدور على اليوتيوب في الميزة بتاعته ان انا ادور على القرية اللي انا درسته هنا في جمالتك ادور عليه في قنوات تانية وناس تانية بتشرحه بحيث ان انا استزيد من المعلومة واسمع لشرح ناس مختلفة ده حيخليك انت انسان اشطر دي حاجة مهمة جدا طبعا انا بحب والله الناس اللي عندها انت ماء ويقول لي والله مش بفهم غير منك والكلام ده اه في الاول حلو ان انت مثلا ما فهمتش غير مني بس انت فهمت خلاص صح يبقى لازم تروح تسمع لناس تانية طالما فهمت مني في الاول هتفهم بقى من كل الناس التانية هما مش هيشرحوا لك من الصف انت قريدي فهمت مني بس ممكن يزودوا لك معلومات يشرحوا حاجات تانية انا ما شرحتهاش يعملوا الحاجة يكتب الكود بستايل تاني غير الستايل بتاعي فانت تتعلم حاجات اكتر دي حاجة مهمة قوي 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 لك فقوعى ان انت تقول ايه لا انا بتعلم من جمالتك مش هتعلم من اليوتيوب وتحس بالخيانة كان فيه حد برضو بيكلمني على لا اصل دول منافسين لا مفيش حاجة اسمها منافسين وانا مش معترف بالكلام ده انت شخص لازم تكون شاطر انا شغلتي ان انا اخليك شاطر وجزء من نصيحتي لك عشان تكون شاطر انك تروح تتعلم من اكتر من مصدر بعد كده لما تيجي تشتغل في جمالتك لازم تلتزم بحاجات جمالتك يعني اللي كتب ده اللي كتب السطر ده احنا مفروض نعقبه ليه لان في جمالتك طالما انا قلتلك فوق هنا ان قبط عشر ان انا هجبلك عشر موظفين بالكتير او الكود بتاعك هياخد عشر بالكتير ما تعملش ورايا تشيك اتأكد ان كلامي صح وما تعملش تشيك طبعا في موظفين كتير ستيل بيعملوا كده ودي حاجة غلط يعني انا هشوف مين الراجل اللي عمل ده وهكلمه ده غلط ده ما ينفعش تعمل كده هو مش غلط بشكل عام في اي مكان بس غلط في جمالتك ده معنا ان انت ما عندكش ثقة في اللي انا بقوله يعني ازاي تعمل تشيك هل الامبليز اكتر من عشر ولا لا ما انا قلتلك فوق انهم مش اكتر من عشر فصدقني يعني لما تبقى معايا في الشغل لازم تصدقني وتبقى واثق في ان اللي انا بقوله لك صح فالتشيك ده جوا جمالتك بينم على ان انت عندك انت عندك مشكلة ثقة بينك وبين الناس اللي حواليك انت مش واثق في مديرك حتى لما بيقولك ان مش هيتخل لك اكتر من عشر فده مش المفروض تعمله لكن هو ككود مش غلط في جمالتك كالتشل هو غلط انت مش واثق فيه طيب تاني حاجة بعد ما عملنا خدنا الابليز وعملنا تشيك ان هم اكبر من عشرة او مش اكبر من عشرة بقى عشان لو اكبر من عشرة هيقف هنلاحظ ان هنا فيه return واحد وتحت هنا return zero فيه ناس كتير مش مستوعبة موضوع return ده عايزك تعرف ان return بصفة عامة بيقفل البرنامج طالما عملت return البرنامج هيقفل طيب هنا البرنامج int يعني البرنامج هنا في المين طب المين ده اسمه int وعمرك سألت نفسك ليه بكتب int main ما نكتب float main مثلا وكتب اي حاجة انت ممكن تكتب اللي انت عايزه احنا عاملين هنا int main يبقى المين دي لما ترجع لما تقفل هترجع رقم int integer رقم صحيح اللي هو zero zero معناها return zero يعني اقفل البرنامج بس بعد ما تقفله رجع لللي فتح البرنامج رقم zero معناها ان البرنامج ما كانش فيه اي مشاكل return one هنا فيه error فيه غلطة ان المفروض البرنامج ياخد ارقام من واحد لحد عشرة ما ينفعش ياخد اكبر فلو اخد اكبر بقوله اكتب على الشاشة رسالة error ان اذا maximum number of employees استنى واقفل البرنامج اعمل return واحد اقفله اكيد اكيد قبل كده فتحت مثلا بروجرام عندك على الكمبيوتر وبعدين رح قال لك ايه memory limit exceed عمل لك كده رسالة error وقفل فهي دي رسالة error المفروض بتبقى كده يعني احنا انا رجعت واحد يبقى كده فيه error فيه مشكلة وكتبت ان the maximum number of employees 10 طيب فبالنسبة لنا في المين انت مش محتاج تعمل اي حاجة من الحاجات دي لو عملتها زير وحيشتغل عادي لو عملتها واحد لو عملتها 1000 كل ده مش هيفرق عشان احنا بنقدمين اللي بنفتح الكمبيوتر دي هتفرق لو اللي بيفتح البروجرام ده اسف احنا بنقدمين اللي بنفتح البروجرام ده احنا بنكتبه واحنا بنشغله لكن لو البروجرام ده فيه بروجرام تاني هو اللي شغله ده اللي هيفرق بقى البروجرام التاني اللي شغله ده هيرجع له رقم يا صف يا واحد يا اثنين يا تلات اربعة لو صف يبقى ده معناه ان ما كانش فيه اخطاء لو واحد معناه ان فيه اخطاء خد بالك ان printf ده بروجرام يعني printf ده بروجرام وبيرجع برضه واحد او صفر او كده ال scanf ده بروجرام بيرجع هو مش بروجرام بروجرام يعني هو زي المين كده function والمين ده function برضه بس انا بقول البروجرام عشان احنا لسه ما درسناش فال printf دي بترجع واحد واثنين وثلاثة وال scanf دي بترجع حاجة كل واحد من دول بيرجع حاجة بتبين ان البروجرام شغال بيرترن واحد او اثنين او zero فده اللي بيحدد لي اذا كان ده اشتغل صح ولا اشتغل غلط فرترن zero اشتغل صح رترن واحد اشتغل غلط كان فيه error طبعا ال error ده مش هيحصل عشان انا قلتلك فوق في المسألة ان up to 10 فانا مش بكذب عليك لو قلتلك حاجة لازم تصدقها بعد كده input بقى جميل احنا خلاص عارفين ان هما عشرة او اقل فحنبدأ بقى نشتغل full loop بتاعتنا i equal zero i اصغر من عدد الموظفين i plus plus وكل موظف على الشاشة هكتب من اول واحد هو هنا بدأ من zero دي برضو هي مش غلط بس حاجة انا شايفها مش لذيذة لما تبدأ من واحد لان هو بيقول لي enter test completed by employee number 1 فعشان هو بدأ من zero فعمل i plus one طب ما انا لو بدأ من one هعمل i على طول فالمفروض الاحلى يعني ان انا ابدأ هنا من واحد واعمل i اصغر من او تساوي employees عشان اخر واحد موجود معنا فيطبع على الشاشة من واحد لتلاتة زي من هو موجود هنا طبعا برضو انا بقول الكلام ده هو مش غلط يعني الكود ده طبعا مش غلط هو صح هو بس فرق style انا style مختلف عن style اللي بيكتب ده وحاجة كويسة جدا جدا لك ان ان انت تشوف style مختلف في الكتابة طيب اليوزر هيكتب عدد التاسكس فهيعمل ايه؟ هيسجلها scanf % ويسجلها في التاسكس of i وبعدين الـ sum المجموع زي المرة اللي فاتت بالظبط او زي البروغرام اللي عملناها المرة اللي فاتت هيعمل sum plus equal التاسكس of i انا بعد الـ 4 دي ما تخلص انا جمعت كل عدد التاسكس في الصم فاضل ان انا احسب الـ average اللي حضبعه فهعمل average equal sum بس قابليها float دي حاجة اسمها casting انا عايز الـ sum ما ينفعش تكون integers لو هي انتجر على انتجر هيشيل الكسر يعني لو قلت خمسة على اتنين هي المفروض اتنين ونص لكن لو الخمسة ده انتجر واللي اتنين ده انتجر هيطلع اتنين بس مش هيطلع اتنين ونص فعشان اخل ليه يطلع اتنين ونص حاجة جنب واحدة منهم يا سم يا امبلويه حاجة جنب واحدة منهم واكتب بين قصين float يعني ايه؟ السم دلوقتي هو مجموع بس انتجر لما يحط بين قصين قابليها float يبقى السم دي خليها شكلها كده كأنها float مع انها هي انتجر لا بقول له عاملها كأنها float علشه يبقى السم دي هيحط جنب الثلاثة وثلاثين بوينت زيلو زيلو وبعدين يقسمها على العدد الامبلويهز اللي هما ثلاثة يطلعوا في الاخر حداشر زيلو زيلو ويتسجله في الـ average وبعدين يطبع الـ average عادي طيب لو انا طبعت float عادي جدا حلاقي 11.00006 أصفار ازاي هو حددهم على الشاشة طلعوا اثنين بس بالكود ده لما اعمل %f بدل ما اعمل %f على طول اللي هو float هعمل % وحط .2 معناه ان بعد النقطة انا عايز اثنين بس اللي يظهروا ف % و نقطة اثنين يبقى طلع لي الرقم float لكن بعد العلامة بعد النقطة انا عايز رقمين بس مش عايز الـ 6 ارقام كلهم يظهروا وهو ده اللي حصل هنا فعلا طبع الـ 11 .00 اللي هم رقمين بس ما طبعش الـ 6 ارقام اشتركوا في القناة شكرا